بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطلبات السنوية العامة أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات التفاضل نهاردة معدنا مع درس معادلة المماس والعمودي على المنحنة في البداية أحب أفكرك بمعلومات سبق دراستها في الصف الثاني السنوي إزاي كنا بنجيب ميل المماس؟ كنا بنجيب المشتقة الأولى للدلة ونعود بنقطة التماس نحصل على الميل تعالوا في البداية نسترجع بعض المعلومات المهمة جدا اللي سبق دراستها في المرحلة الإعدادية وفي المرحلة السنوية في البداية لو عندنا نقطة ألف إحداثيات هسين واحد وصد واحد بطاقة على منحنة دلة دال حيث صاد بتساوي دال سين ميل المماس للمنحنة عند النقطة ألف بيساوي ضال صاد دال سين عند النقطة سين واحد صاد واحد يعني بنجيب المشتقة الأولى للدلة ونعود بنقطة سين واحد وصاد واحد ميل العمودي على المنحنة عند النقطة ألف بيساوي سالب واحد على ضال صاد دال سين عند النقطة سين واحد وصاد واحد يعني منغير منجيب المعكوس الضربي وفي نفس الوقت كمان بنغير الإشارة في معلومة مهمة جدا بقى لما يقول ميل منحنة عند نقطة عليه دي معناها إيه؟ معناها ميل المماس للمنحنة عند هذه النقطة أيضا العمودي على المنحنة تعني العمودي على المماس عند هذه النقطة الملحوظة الثالثة معدلة المماس عند النقطة سين واحد وصد واحد إزاي بنحصل على معدلة المماس لو عرفنا النقطة بيمر بيها والميل؟ بيكون على الصورة صاد نقص صد واحد بيساوي الميل في سين نقص سين واحد أيضا معدلة العمودي على المنحنة عند النقطة سين واحد وصد واحد هي صاد نقص صد واحد بيساوي سالب واحد على مين اللي هي الميل في سين نقص سين واحد بعض الملحوظات المهمة أيضا إزاي بنحصل على ميل الخط المستقيم لو يداني معادلة الخط المستقيم أول ملحوظة معانا ميل الخط المستقيم اللي معادلته ألف سين زائد بي صاد زائد جين بتساوي صفر هو سالب معامل سين على معامل صاد يبقى سالب ألف على بي تم ميل الخط المستقيم المر بالنقطتين سين واحد وصاد واحد وسين اثنين صاد اثنين بيساوي فرق الصادات على فرق السينات يعني صاد اثنين ناقص صاد واحد على سين اثنين ناقص سين واحد من المستقيم بيساوي ظاهر حيث هيه توعنين قياس الزاوية الموجبة اللي بيصنحها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السناد وبأكد مرة تانية قياس الزاوية الموجبة ونأكد على كلمة الموجبة اللي بيصنحها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السناد الملحوظة الرابعة ودي مهمة جدا وكتير من الطرابة ناسياها لو كان المتجه يه بيساوي ألف وبه هو متجه اتجاه للمستقيم لو انت بيقيت في السؤال المعطى متجه لاتجاه بيساوي ألف وبه ازاي بنحصل على الميل من متجه لاتجاه الميل بيساوي الاحداث الصادي على الاحداث السيني فميل المستقيم هيساوي به على ألف الاحداث الصادي به والاحداث السيني ألف ميل المستقيم بيكون موجب لو كان المستقيم بيصنع زاوية حدة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات ودي طبعا معلومة كلنا عارفينها العكس بقى ميل المستقيم بيكون سالب لو بيصنع زاوية منفرجة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات تب يا ترى لو كان عمودي او لو كان المستقيم او المماس بيوازي محور السينات نشوف مع بعض ميل محور السنات او ميل اي مستقيم افقي يعني المستقيم ده بيوازي محور السنات يا طرى بيساوي ايه بيساوي صفر ميل محور الصدات او ميل اي مستقيم رأسي يعني موازي المحور الصدات بيكون عدد على صفر يعني غير معرف عايزين نعرف العلاقة بين المستقيمين المتوزين وايضا المستقيمين المتعمدين لو عندنا لم واحد ولم اتنين مستقيمين ميلهم ميم واحد وميم اثنين على الترتيب لو كان المستقيم لم واحد بيوازن مستقيم لم اثنين يبقى ميل الأول هيساوي ميل التاني طب لو كان لم واحد عمودي على لم اثنين يبقى ميل الأول في ميل التاني بيساوي سالب واحد وهنا في نقطة مهمة جدا لازم نقف عندها هل دي في كل الأحوال لو لم واحد عمودي على لم اثنين يبقى حاصل ضرب الميلين يدينا سالب واحد لا طبعا مش في كل الأحوال في حالة خاصة ان يكون المستقيمين بيوازوا المحورين يعني يكون مستقيم افقي ومستقيم اخر رأسي الافقي ميلو صفر والرأسي ميلو غير معرف متعمدين ولكن حاصل حاصل ضرب ميلة هما لا يساوي سالب واحد تعالوا بقى كده مع بعض نشوف معلومة مهمة جدا معادلة انخط المستقيم المعادلة المتجهة للمستقيم اللي بيمر بالنقطة قاف سين واحد وصد واحد والمتجه يه بيساوي الف وبه متجه اتجاه له هي المتجه ره بيساوي المتجه قاف يعني متجه الموضع للنقطة قاف اللي بيمر بيها المستقيم زائد كاف في متجه اتجاه المستقيم وهو يه المعادلة دي ما تنسهاش عشان فيه طلبة كتير جدا بتنساه ومهمة لانه سبق دراستها في الصف الاول السنوي يسمها المعادلة المتجهة للخط المستقيم وطبعا من شوية خدنا المعادلة الكارتزية اللي هي صاد نقص صاد واحد بيساوي الميل في سين نقص سين واحد تعالوا ننتقل بقى المجموعة من التمارين المهمة جدا اول سواء معانا في الشكل المقابل اعطيني منحنة دال لدال سين وعطيني احداثيات نقطة الف تلاتة وخمسة ولام دا بيمس المنحنة وبيصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية خمسة واربعين فان مشتقد سين في دال عند السين لما تساوي تلاتة بتساوي نقط يطرى تلاتة ولا واحد ولا خمسة ولا تمانية في البداية تعالوا نفهم هو طالب ايه بالضبط طالب المشتقة الاولى لحاصل ضرب الدالتين الدالة الاولى قعدتها موجودة عندي واسمها سين الدالة التانية اسمها دال يبقى قعدة الاولى سين واسم التانية دال بحتاجين المشتقة لحاصل ضرب الدالتين دولة عند السين لما تساوي تلاتة في البداية تعالوا المشتقة عادي جدا لما نشتق مع بعض حاصل ضرب دلتين مشتقت سين في دال لما السين بتساوي 3 هنشتق الأولى اللي هي سين هتكون واحد في التانية اللي هي دال 3 لأنه طبعا هعود عن السين بتلاتة زائد مشتقت الدال هتكون دال شرطة يبقى دال شرطة 3 في الأولى اللي هي سين وطبعا السين قمتة 3 يبقى نعوض عن السين بتلاتة يبقى دال شرطة 3 في 3 نبص مع بعض على الرسمة دالة التلاتة يا ترى هي التلاتة مع كم عندنا على الرسمة التلاتة مع الخمسة يبقى دالة التلاتة بخمسة دال شرطة 3 معناها المشتقة الأولى للدلة عند السين بتساوي 3 طب المشتقة الأولى للدلة عند السين بتساوي 3 مش معناها ميل المماس عند النقطة دية اللي هو بيساوي ظل الزاوية المماس عندنا هنا بيصنع زاوية 45 ظل الزاوية 45 بيساوي 1 يبقى معنا كده ندال شرطة 3 بتساوي 1 1 في 3 أصبحت 3 5 زائد 3 أصبح الناتج بيساوي 80 تعالوا نشوف كده مع بعض فكرة أخرى هنتعرض ليها وهتكون بسيطة أيضا وسهلة بس نشوف مع بعض إجابة سؤالنا الإجابة عندنا لاختيار دال 8 السؤال التالي المستقيم لام بيمس المنحنى صاد بيساوي دال سين عند النقطة 2 و3 ويصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها 45 نون سين بتساوي سين زائد 3 في دال سين زائد 1 فإن نون شرطة 1 تساوي يطرى 3 ولا 7 ولا 4 ولا 0 في البداية هو عطيني المستقيم بيمس المنحنى عند النقطة 2 و3 نقطة التماسي 2 و3 وبيصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية 45 يبقى ميل المماس عند النقطة دية بيساوي ظل الزاوية يعني هيساوي 1 فبالتالي المشتقة الأولى عند النقطة دية هتساوي 1 طيب هو محتاج نون شرطة 1 في المعطى عطيني نون سين تعالوا نشتق مع بعض الدلة نون سين لما نشتقها يكون عبارة عن نون شرطة سين مشتقة الأولى بواحد في التانية دال سين زائد 1 زائد مشتقة دال سين زائد 1 هتكون هي هي دال شرطة سين زائد 1 وهنضرف مشتقة مداخل القوس اللي هي واحد في الأولى اللي هي سين زائد 3 احنا محتاجين نون شرطة واحد تعالوا نعوض مع بعض عن السين بواحد يبقى نون شرطة واحد هتساوي دالة 1 زائد 1 باثنين زائد دال شرطة واحد زائد واحد ايضا باثنين في 1 زائد 3 اصبحت باربعة دالة الاتنين احنا عندنا الاتنين مع التلاتة يبقى دالة الاتنين بتلاتة دال شرطة اتنين معناها ظل الزاوية 45 اللي هي بواحد فاربعة 3 زائد 4 اصبح الناتج بيساوي 7 فكرة سهلة وجميلة اشتقينا حاصل ضرب الدالتين مشتقة الأولى بواحد في التانية دال سين زائد 3 مشتقة التانية دال شرطة سين زائد واحد فمشتقة مداخل القوس بواحد في الاولى اللي هي سين زائد 3 بعد كده الخطوة الاخيرة عوضنا عن السين بواحد اصبحت دالة الاتنين بتلاتة دال شرطة اتنين يعني ظل الزاوية بواحد فاربعة اصبح الناتج بيساوي 7 نشوف كده مع بعض اجابتنا يبقى الاجابة هكون الاختيار به 7 نشوف سؤال آخر معادلة المماثل المرحنة سين بيساوي نون تكعيب زائد 2 وصاب بتساوي ألف نون تربيع زائد 5 عند النقطة 3 و7 الواقع عليه يطرع 4 سين زائد 3 صاد زائد 9 بتساوي 0 والا 4 سين نقص 3 صاد زائد 9 بتساوي 0 او 4 سين نقص 3 صاد بتساوي 0 او 3 سين نقص 4 صاد زائد 9 بتساوي 0 في البداية انا عندي مشكلة المشكلة في ان الصاد فيها ثابت مش موجود قيمته وهو الالف يعني عندي صاب بتساوي ألف نون تربيع زائد 5 محتاجين نحصل على قيمة الالف عشان نقدر نجيب المشتقة الاولى للدلة طيب هي سين بدلالة البرامتر نون وصاب بدلالة البرامتر نون هو الداني النقطة 3 و7 دي وقع على المنحنة تمنع عندي قيمة السين بتلاتة بنقدر أعود بيها وحصل على قيمة النون وبعد كده نعود عن قيمة النون اللي حصلنا عليها ونعود عن الصاد اللي هي بسبعة نقدر نجيب قيمة الالف تعالوا نطبع مع بعض أول خطوة هنروح نعود عن السين بتلاتة عشان نجيب النون السين بتساوي نون تكعيب زائد 2 عند السين لما تساوي 3 يبقى 3 بتساوي نون تكعيب زائد 2 يبقى نون تكعيب أصبحت بتساوي 1 يبقى النون طلعت بتساوي 1 تعالوا نعود بقى في العلاقة التانية صاد بتساوي ألف نون تربيع زائد 5 عند النون لما تساوي 1 والصاد تساوي 7 عظيم جدا 7 بتساوي ألف زائد 5 إذن الألف في النهاية أصبحت بتساوي 2 يبقى صاد بتساوي 2 نون تربيع زائد 5 كده احنا حصلنا على قيمة الألف وقدرت أجيب الصاد بدلالة النون عشان نجيب معادلة المماس محتاجين الميل طب نجيب دالصاد دالسين إزاي نشق الأول السين بالنسبة للنون ثم الصاد بالنسبة للنون ونقسم دالصاد دالنون على دالسين دالنون تعالوا مع بعض نجيب دالسين دالنون هتساوي تلاتة نون تربيع دالصاد دالنون أنا عندي الصاب بتساوي 2 نون تربيع زائد 5 يبقى 4 نون نقسم يبقى دالصاد دالسين هتساوي 4 نون على 3 نون تربيع أصبحت 4 على 3 نون تعالوا نعوض مع بعض عن النون نقمتها اللي هي بتساوي 1 أصبح ميل المماس 4 على 3 كده احنا جبنا ميل المماس نحتاجين المعادلة يطلع عندي النقطة النقطة موجودة 3 أو 7 تعالوا نجيب كده مع بعض معادلة المماس يبقى معادلة المماس هي صاد نقص الاحداث الصاد للنقطة اللي هو 7 على سين نقص الاحداث الصين للنقطة اللي هو 3 بيساوي 4 على 3 يبقى 4 سين نقص 12 بيساوي 3 صاد نقص 21 هننقل 3 صاد والسالب 21 من الطرف الايصر للطرف الايمن يبقى 4 سين نقص 3 صاد زائد 9 بتساوي 0 فكرة جميلة جدا وفكرة سهلة اعتمدت على اننا استغلت قيمة السين وحصلت على النون ورجعت عوضت عن النون والصاد جبت قيمة الالف بعد كده بقى كان منا السؤال عادي جدا اشتقينا الصاد بالنسبة للنون والسين بالنسبة للنون وحصلنا على ميل المماس ثم معادلة المماس تعالوا نشوف كده مع بعض اجابتنا الاجابة عندنا هكون الاختيار به اربعة سين نقص 3 صاد زائد 9 بتساوي سفر نشوف سؤال اخر اذا كان المماس المرسوم لمنحنة دلة عند النقطة اثنين وسالب واحد يصنع زاوية 135 مع الاتجاه الموجب لمحور سين المماس عند النقطة بيصنع زاوية 135 يعني المشتقة الأولى للدلة بتساوي ظل الزاوية طبعا عندها 10 بتساوي 2 يعني المشتقة الأولى للدلة عندها 10 بتساوي 26 بتساوي 135 اللي هي هكون سالب واحد عايزين نهاية تدلة سين نقص دل اثنين على اثنين نقص 4 لما سين تقول للتنين يا ترى نص ولا واحد ولا سالب نص ولا سالب واحد في البداية دلت شرطة 2 زي ما قولنا نحتاجين نكتبها دلت شرطة 2 دي بتساوي زى 135 يعني هتساوي سالب واحد نشوف بقى اللي طلبه نهاية دل سين ناقص دلت 2 على 2 سين ناقص 4 لما سين تقول للتنين انا اقدر اخد من المقام مشترك 2 تطلع برا النهاية بنص دي مابنائين كده نص في نهاية دلت سين ناقص دلت 2 على سين ناقص 2 لما السين تقول للتنين نبص على النهاية اللي موجودة قدامنا نهاية دلت سين ناقص 2 على سين ناقص 2 لما سين تقول للواحد ده تعريف المشتقة التعريف الرئيسي للمشتقة نهاية دلت سين ناقص دلت ألف على سين ناقص ألف لما السين تقول للألف معناها دلت شرطة ألف طب هنا بدل للألف فيه عندنا كام؟ 2 يبقى نهاية دلت سين ناقص دلت 2 على سين ناقص 2 لما سين تقول للألف ده معناها دلت شرطة 2 طب بالتالي الناتج هيساوي نص في دلت شرطة 2 طب يا ترى دلت شرطة 2 لك اتبتها في البداية بتساوي سالب 1 يبقى نص في سالب 1 أصبح الناتج بيساوي سالب 1 تعال نشوف إجابتنا نجاب عندنا هتكون الاختيار جيم سالب نص السؤال التالي معادلة المماثل المنحنة صاد بيساوي 2 جتة 7 سين زائد 7 صاد عند النقطة التي إحدى سياس سيني بينتمي للفترة من صفر البعي على 2 وعندها يكون الميل بسالب 14 على 15 يساوي يترى معادلة المماثل 14 سين زائد 15 صاد نقص باي بيساوي 0 ولا 30 سين زائد 28 صاد نقص 105 باي بيساوي 0 ولا 28 سين زائد 30 صاد زائد 98 باي بيساوي 0 ولا 30 سين نقص 28 صاد نقص 105 باي بيساوي 0 قبل ما نبدأ حلنا احنا عندنا الدلة صاد بتساوي 2 جتة 7 سين زائد 7 صاد هنا أكيد مليون في المية هنشتق الطرفين بالنسبة لسين عشان نحصل على دل صاد دل سين بس عندي هنا العلاقة علاقة ضمنية فيها سين وفيها صاد فلازم وانت بتشتق الصاد ما تنساش تكتب دل صاد دل سين طيب احنا عشان نجيب المعادلة يلزمني الميل الميل موجود عندي بسالب 14 على 15 ويلزمني أيضا نقطة التماس طب يا طرح أنا عندي نقطة التماس مش موجودة طبعا عمل إيه إزاي نجيب النقطة عشان نجيب النقطة لازم وبأكد تاني كمان مرة لازم نساوي المشتقة بالميل يعني لازم نساوي المشتقة بالميل طيب مع بعض كده دل صاد دل سين هتساوي مشتقة الجتة بسالب جا يبقى سالب اتنين جا سبعة سين زائد سبعة صاد بس ما ننساش مشتقة ما داخل الدل المسلسية سبعة سين زائد سبعة صاد مشتقتها سبعة زائد سبعة دل صاد دل سين اتفعت من شوية قلت عشان نجيب نقطة التماس لازم أساوي المشتقة بالميل تعالوا تشيل دل صاد دل سين ونحط قمتها اللي هي سالب 14 على 15 سالب 14 على 15 بتساوي سالب اتنين جا سبعة سين زائد سبعة صاد في سبعة زائد سبعة في دل صاد دل سين اللي هي سالب 14 على 15 هنيسم على الرقب اللي موجود في القوس وهنيسم كمان على السالب اتنين هيصبح عندنا جا سبعة سين زائد سبعة صاد بتساوي واحد يا ترى ايه الزاوية اللي جيبها بيساوي واحد التسعين وكمان مكافأتها بس هنا قال لي ملحوظة جميلة قال لي السين بتنتوى الفترة من صفر لباي على اتنين فبالتالي سبعة سين زائد سبعة صاد هتساوي تسعين فقط او باي على اتنين يبقى سبعة سين زائد سبعة صاد اصبحت بتساوي باي على اتنين كده مصر محمد ما وصلناش لقيمة السين ولا قيمة الصاد قولك ارجع للعلاقة الاصلية بص معايا كده لو عوضت عن سبعة سين زائد سبعة صاد بباي على اتنين اقدر احصل على قيمة الصاد تعالوا كده مع بعض معوض الصاد هتساوي اتنين في جاتة تسعين جادة 90 بصفر يبقى الصاد أصبحت بتساوي صفر تعالوا نعود هنا عن الصاب بصفر يبقى الصين أصبحت بتساوي 7 صين زائد صفر بتساوي باي على 2 أصبحت باي على 14 يبقى نقطة التماس باي على 14 وصفر كلام جميل جدا حصلنا على نقطة التماس نجيب المعادلة بقى بسهولة صاد نقص الإحداث الصاد للنقطة اللي هو صفر على سين نقص الإحداث الصين للنقطة اللي هو باي على 14 بيساوي الميل اللي هو سالب 14 على 15 نعم المعص يبقى 15 صاد بتساوي سالب 14 سين زائد باي نخليها صفرية يبقى 14 سين زائد 15 صاد ناقص باي بتساوي صفر مثال جميل جدا ومثال سهل تعالوا نشوف إجابتنا اللي جاب عندنا هتكون الاختيار ألف 14 سين زائد 15 صاد ناقص باي بيساوي صفر ننتقل لسؤال آخر إذا كانت صاد أكبر من الصفر أكيد هنحتاجها يعني صاد موجبة صاد تربيع بتساوي 8 سين فإن النقطة الواقعة على هذا المنحنة والتي يكون عندها دل صاد دل سين بيساوي دل سين دل صاد هي يطرى 1 و 2 جزر 2 ولا نص و 2 ولا صفر و صفر ولا 2 و 4 نشوف هنحل سؤالنا إزاي تعالوا نجيب الأول المشتقة اللي هي دل صاد دل سين مبدئيا صاد تربيع بتساوي 8 سين لما نشتق الطرفين يبقى 2 صاد دل صاد دل سين هتساوي 8 سين مشتقتها بـ 8 نخلي دل صاد دل سين لوحدة في طرف 8 هتختصر معالتين و 4 على صاد دل صاد دل سين بتساوي 4 على صاد عظيم قوي دل سين دل صاد هتساوي إيه بقى دل سين دل صاد هتساوي صاد على 4 طب هم اللي اتنين بيساوي بعض يعني في رأس السؤال قال دل صاد دل سين بتساوي دل سين دل صاد تعالوا نعوض الأولى بـ 4 على صاد والتانية بصاد على 4 يبقى صاد تربيع بتساوي 16 يبقى الصاد هتساوي موجب أو سالب 4 لكن هو في رأس السؤال ذكر وقال إن صاد أكبر من الصفر فاختارنا الصاد بتساوي 4 هو محتاج النقطة كده احنا حصلنا على قيمة الصاد فاضل قيمة السين نعوض في العلاقة الأصلية اللي هي موجودة عندنا صاد تربيع بتساوي 8 سين يبقى 16 بتساوي 8 سين يبقى سين بتساوي 16 على 8 أصبح فيها 2 يبقى النقطة في النهاية أصبحت 2 و 4 كل اللي عملته جبنا دل صاد دل سين وجبنا دل سين دل صاد وساوتهم ببعض صاد تربيع أصبحت بتساوي 16 خدنا الجزر يبقى الصاد بتساوي 4 لأنه قال إن الصاد أكبر من الكام أكبر من الصفر عوضنا بعد كده في العلاقة الأصلية عن الصاد ب4 حصلنا على قيمة السين السين أصبحت بتساوي 2 تعالوا نشوف إجابتنا مع بعض الإجابة عندنا هتكون الاختيار دل 2 و 4 يريد بقى سيابتك تراجع التمرين اللي خدناه في حصة النهاردة التمرين مهمة جدا وأتمنى أنت تسجل مرحوظاتك في التمرين ديت بالورقة والألم وأتمنى لكم التوفيق وانتظاركم في الحالة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة